عموماً ألف ألف مبروك تابعت مصر السلة؟ آآ طبعاً تابعت بأمانة مش من النهاردة من المصر الأولاني وشفت اللي حصل فيه بالزبط يعني وكده يعني بعد الحاجات على أنا محبش تكلم على التحكيم لكن على مبدو الناس بتجبرنا نحن نتبص ونشوف أنه في حاجات غريبة كده بتحصل يعني لكن عاوز أقول كلمة السر في الفوز بالاحتفاظ بالدرع العام التالت على التوالي هو شباب الأهل وجمهوره بأمانة شديدة الشباب النهاردة هم لدوا الدفع المعنوية في الفوز النهاردة على التوالي على الشباب نادي الاتحاد ده خلى برضه بفريق الكبار حطوم يعني زي بقولك حطوم خلاص ده اللي فتحوا الباب أنا بقولك هم حطوم في خلاص يعني الموضوع خلاص احنا تفضل افتح انت خلاص احنا وصلناك لغاية الباب كامل انت فالنهاردة كان لازم الفريق البسكت يعبر على انه اللي حصل لموسيم الفاتمه كانش تفره شكرا المسلام عليكم لا ده تأكيد على انه في حاجة بتتبني وعجبني ان البناء بيتم من تحت يبقى عنده كده فرقة 16 سنة وكسبة منافس كبير زي نادي الزمالك زي هابويا بدبلو سكور كمان عملت معالي اتحاد معقل من الاساسي من معقل كرة السلام من الهندية الكبيرة التاريخية اللي بيشار لها بالبنان سواء المستوى المحل المستوى العربي لكن انك انت تحافظ وتستمر رغم الضغوط رغم في حاجات كده بتحصل مش بفهومة عاوز نقول يا جماعة اذا ظلينا في دايرة الشكوك والتشكيك ومحاولة انك انت تلعب وتغير في ملامح المنافسة مش هنصلح لهذا نبقى كعلى هذا الوضع ونعيش محليا محدش يكلمني على افريقيا ولا على العرب ولا يكلمني على المنديلات ولا يكلمني على ايه انك انت ها الى المنديلات